طيب زي ما انتم عارفين منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن واحد واحد مع غينيا بيساو لعلى استاد 24 سبتمبر دي كانت الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2026 وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبقى موجودين هناك طبعا ماما بالدو يعني تقدمه في النهاية خالص ده كانت تقريبا في دقيقة 42 من بداية اللقاء قبل ما يجي مو صلاح في دقيقة 70 ويحقق لنا هدف التعادل وبكده منتخب بتاعنا بتوصل عدد النقاط بتاعته الحوالي 10 نقاط في المركز الاول بينما انه منتخب غينيا بيساوف قفز الى 6 نقاط خليني في النقطة دي تحديدا لان كلنا قدرنا ان احنا نتابع المتش ده وكلنا شفنا عبر قنوات on time sport كلنا المواطنين المصريين وهنا لازم نشكر جدا 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 الشركة المتحدة اللي نقلت لنا مباريات المنتخب عبر قنوات on time sport بحيث اننا كل المواطنين نقدر نتابع منتخبنا الوطني في هذا المتش الحقيقة انه طبعا زي ما حضراتكم عارفين المتحدة هي واحدة من كبريات الكيانات الاعلامية في المنطقة اللي لم تكن اكبرها على الاطلاق اكبر كيان اعلامي يعني اللي لم يكن منها الاكبر فهو الاكبر المجهود الرائع اللي تعمل علشان نقدر ننقل المباريات الحقيقة من المتحدة كان كمان مشارك فيه وتعاون فيه الشركات الراعية لحق البس ودي برضو الحقيقة وجب تقديم الشكر لها يعني احنا بنتكلم على اورا ديفالوبرز ايجيبت بنتكلم على البنك الاهلي بنتكلم على اتصالات مصر والحقيقة تضافرت كل القوة كل الجهود شركاء النجاح زي ما انا احب اسميهم يعني دول شركاءنا مع المتحدة علشان نقدر ندي فرصة حقيقية للجمهور المصري يتابع مباريات منتخبه خلال مشوار التصفيات نقدر ندعم فريقنا علشان باذن الله نوصل لحلم الوصول لكاس العالم باذن الله ان شاء الله قولوا يا رب طيب